الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده ولا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الله صلى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم فإنك تعلم ولا نعلم أن تعلم الهيوب وهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد فيقول النظم رحمه الله وإن يزاد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصلا زيادة الثقة مما قبيلا إن لم يخالف عددان أو أعدالا والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل ننتقل بعون الله عز وجل وتوفيقه إلى مبحث آخر إلى معرفة المزيد في متصل الأسانيد فالمزيد اسم مفعول من زادة يزيد زيادة والزيادة هي النمو والمتصل ضد المنقطع والأسانيد جمع السند وهو الطريق الموصل إلى متن الحديث كما سبق بيانه في أوائل هذه الدروس عند المحذثين من حيث الاصطلاح هو أن يزيد راو في أثناء السند رجلا لم يذكره غيره من الرواه كما في شرح النخبة لإمام بن حاجر رحمه الله هو أن يزيد راو في أثناء السند رجلا لم يذكره غيره من الرواه مثاله ما رواه عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن الحولاء بنت تويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تناموا الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تناموا الليلة خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه فعبد الله بن سالم وهم في روايته لهذا الحديث فزاد في سنده راويا وهو حبيب مولى عروة فإن هذا الحديث قد رواه عن الزهري كل من يحيى بن سعيد ويونس وشعيب بن أبي حمزة وكلهم قالوا عن الزهري عن عروة بن الزبير ولم يذكر بينهما واسطة فالزيادة في مثل هذا المثال حبيب مولى عروة وإن كانت الزيادة في السند لم ترد من راوي أكثر ثقة وإتقانا من الراوي صاحب الزيادة فزيادته غير مقبولة أو إذا صرح الراوي أي صرح صاحب الزيادة بالسماع في موضع الزيادة ترجحت الزيادة وقبلت وقد صنف في هذا فهناك تمييز المزيد في متصل الأسانيد للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قسمه إلى قسمين ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في السند وتركها والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها ثم قال رحمه الله زيادة الثقة مما قبولا إن لم يكن أو إن لم يخالف إن لم يخالف عددا أو أعدلا الآن يتحدث عن زيادة الثقة في اللغة الزيادة معناها النمو والثقة معناه المؤتمن وفي الاصطلاح عند المحذيثين أن يروي الثقة زيادة لفظات أو جملات في متن الحذيث أو جملات في السند أو المتن على ما رواه غيره من الثقات كما ذكر ذلك الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحذيث لهم تعارف على كل حد هذا ربما من أفضلها زيادة الثقة أن يروي الثقة زيادة لفظات أو زيادة جملات في متن الحذيث أو جملات في السند أو المتن على ما رواه غيره من الثقات وتقع الزيادة في متن الحذيث بزيادة لفظات أو جملات وتقع في الإسناد برفع موقوف والآن نميز بين المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الموقوف إلى الصحابة الكرام إذن تقع في الإسناد بأن نرفع الموقوف أو بوصل مرسلين والمحذيثون أفردوا الزيادة في الإسناد بموضوع خاص وسموه المزيد في متصل الأسانيد كما بينا إذن ماذا عن الزيادة في الإسناد وهي ما ينفرد بالزيادة الراوي الثقة في سند الحذيث برفع للموقوف أو وصل للمرسل هي ما ينفرد بالزيادة من؟ الراوي الثقة في سند الحذيث برفع للموقوف أو وصل للمرسل مثاله حذيث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي رواه يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلة بينما رواه سفيان الثوري وشعبات بن الحجاج عن أبي إسحاق مرسل قال الإمام البخالي رحمه الله تعالى كما ذكر ابن الصلاح في علوم الحذيث الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله هو شعبات وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان فزيادتهما مقبولة ولهذا يقول صاحب المراقي والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام حفظ إن أما كان الدهول عنها عادة وإلا فلا قبول للزيادة فيقصد رحمه الله أن الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الوقف على الصحابي والوصل مقدم على الإسال بيانه وإضاحه أن الحذيث لو رواه بعض الرواة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل الإسنادين صحيح فإن الرفع مقدم على الوقف لأن الرفع زيادة ولأن زيادة العدل مقبولة وكذلك لو روا الحذيث بعضهم متصلة أي لم تسقط طبقة من طبقات السند ورواه بعضهم مرسلة كأن يقول عن فلان التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن رواية الواصل الذي لم يحدف واحدا من رجال السند مقدمة على من أرسله أي حذف بعض رجال السند لأن الوصل زيادة على الإرسال وزيادات العدول مقبولة هذه طريقة الفقهاء والأصوليين وأربما طريقة المحدثين تعتمد على القرائن في ترجيح في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى على كل حال مباحث عند علمائنا جزاهم الله خيرا وقوله وزيد اللفظ يعني أنه إذا روي الحديث وكان في بعض طرقه زيادة لم تكن في الأخرى سواء كانت زيادة رفض فقط أو زيادة تبين إجمالا أو زيادة معنى وهذا سنوضحه بإذن الله تبارك وتعالى يعني بالأمثلة مثلاً مثلاً رواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد وهي في البخار من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة الواو ومثال الزيادة التي تبين الإجمال زيادة مسلمين رحمه الله تعالى من رواية سعد بن طارق أبي مالك الأشجاعي حيث زاد لفظ التربة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لأرض تربتها مسجداً وطهوراً عند من يقول بوجوب التراب كالشافعي رحمه الله تعالى وأحمد أما عند الإمام مالك وعند أبي حنيفة فلفظ التربة لا يفيد معناً زائداً على الصعيد لأمرين أولاً لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه تانياً أن منفهوم اللقب لا اعتبار به هذا عند علمائنا رضي الله عنهم ومثال زيادة المعنى الحديث المتفق عليه في الصحيحين من طريق سيدنا أبي سعيد الخضري قوموا إلى سيدكم نعم فالإمام أحمد خرجه في المسنادي على كل حال بسنادين عن عائشة رضي الله عنها من طريق علقامة ابن وقاص وفيه زيادة فأنزلوه وهي تغير المعنى لأنها تصير المعنى أن قيامهم له لإنزاله عن الدابة لأنه جريح لا للإجلال والتعظيم وفي كلامه على كل حال الكلام في سنده طويل على كل حال ثم قال رحمه الله إن أمكان الذهول عنها عادة هذا الإمام صاحب المراقي يعني أن ما حل قبول الزيادة ما إذا أمكان أن تقع الغفلة من هؤلاء الرواه حيث لم يذكره أجازت العادة أن يقعوا في الغفلة أما إذا لم تمكن العادة أن يقعوا في الغفلات لكثرتهم ولأهميتها لم تقبل لقضاء العادة بكذبها يعني لم تقبل الزيادة وقيل لا إن اتحاد قد علم والوقف فيه غير الذي مرار وصيم يعني أن بعض أهل الأصول منع قبول الزيادة مطلقة لكنه رحمه الله اصدر ذلك بقوله وقيل ليدل على أنه ضعيف فإذا بعض أهل الأصول منع قبول الزيادة مطلقة أم كان الذهول عنها أم لا بشرط أن يعلم اتحاد المجلس فإذا اتحاد المجلس لا تقبل الزيادة أي أنه لم يحدث به إلا مرة واحدة أما إذا علم تعدد المجالس فهي مقبولة إذا تعدد المجلس فقد يزيد هنا وينقص هنا وهذا وقع بسيدنا محمد صلى الله وسلم للبيان وللتفصيل وللتوضيح ولمقاصد معلومة لمقاصد معلومة أما إذا علم تعدد المجالس فهي مقبولة ويحمل على أنه حذة بالزيادة في بعض المجالس وبذونها في غيره وكذلك إذا لم يعلم اتحادهما ولا تعددها فإنها تحمل على التعدد ولا ترد رواية العدل للزيادة بالاحتمال والصحيح عند المحذتين أن الزيادة إن كانت مخالفة لما رواه العدل أو العدل لم تقبل إذا كانت مخالفة لما رواه الثقات فإنها تكون مرفوضة وإن لم تكن مخالفة وكان الراوي عدلا ضابطا قُبيلت وها هنا مسألة أحب أن أشير إليها مسألة فقهية ترتبط بالقضاء المغربي أحب أن أشير إليها لأنكم تهتمون بهذا ولأن تخصصكم يلزمكم أن تهتموا بهذه القضايا لا نكاح إلا بوليه واستطراض فقهي بإذن الله أرجو أن لا أطير فيه الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فالجمهور قالوا باشتراط الولي لصحة النكاح خلاف الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها ومذهب الجمهور لهم أدلة قوية في هذا الباب ولست الآن في ذكري أو في مقام ذكري الأدلة فهذا له مجال آخر لكن أحب أن أشير إلى منشأ الخلاف على وجه الاختصار وإلى ما قررت مدونة الأسرة فمنشأ الخلاف كما هو الغالب في مسائل الخلاف الاختلاف في ثبوت الأدلة ودلالتها وفي الترجيح بين الأدلة المتعارضة ولهذا ابن رجل قال رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد وسبب اختلافهم أنه لم تأتي آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نصن انتبهوا يتكلم عن النصيب فهمه العلمي الأصولي بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة كذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان المسقي طولها ليس عليه دليل لأن الأصل براءة الذمة هذا كلام الإمام ابن الرشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد فالأحاديث التي وردت باشتراط الولي للنكاح قد اختلف أهل العلم في صحتها هذا من حيث السند من حيث السند والحديث حسنه التلميدي وصحاح وابن حبان والحاكم الذهبي وعديد العلماء وضعفهم بعضهم نعم ولكن إذا رجعنا إلى ما قرره الأحناف في هذه المسألات نجد تفصيلا وبيانا وشروطا نعم أذكر ذلك على وجه الاختصار فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار وجه قول أبي حنيفة قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وقال تعالى فلا جناح لكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف وفي آيات أخرى من معروف في البقرة فأضاف النكاح والفعل إليهن وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها لأنه أضاف إليهن على سبيل الاستقلال إذ لم يذكر معها غيرها وهي إذا تزوجت نفسها من كفئين بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف فلا جناح على الأولياء في ذلك وستدلوا وذكر رواية ابن عباس رضي الله عنه فقد روى ابن عباس أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إن أبي زوجني من ابن أخله ليرفع خسيسته وأنا له كارها فقال لها أجيزي ما صنع أبوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع أبي قال فاذهبي فانكحي من شئتي فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي رسول الله ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للأباء من أمور بناته النشيء قال والاستدلال به من وجوه أحدها قوله عليه الصلاة والسلام فانكحي من شئتي والثاني قولها ذلك ولم ينكر عليها وأقول من عندي والسكوت في مقام البيان لا يجوز في حقيقه صلى الله عليه وسلم كما تبينا وتقرر عند علماء الأصول فعلم أنه ثابت يقول إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه هذا الأمر الثاني الثالث قوله أجيزي ما صنع أبوك يدل على أن عقده غير نافذ عليها وفيه دليل لأصحابنا يقول رحمه الله على أن العقدة يتوقف أيضا قال وفي البخاري أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي أن مرآتان زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء وخاصموها إلى سيدنا علي فأجاز النكاح وهذا دليل عقادي بعبارة النساء وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين لأنها تصرفت في خالص حقها ولا ضرر فيه لغيرها فينفذك تصرفها في مالها ولهذا قالوا والولاية في النكاح أسرعوا ثبوتا منها في المال ولهذا يثبت لغير الأبي والجدي ولا يثبت لهم في المال ولأن النكاح خالص حقها حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وبدله لها وهي أهل لاستفاء حقوقها إلا أن الكفاءة حق الأولياء فلا تقدروا على إسقاط حقهم هذه مسألة واضحة فإذا مشترت ذلك بشروط ثم ذكر أدلة أخرى أدلتان أخرى يعتمد عليها الأحناف وتكلم كذلك عن معارضة الأحاديث وضعف الحديث وتكلم في سنده وذكر من ضعفه فإذن لسنا الآن في مقام الترجيح لكن أردت أن أبين هذه المسألة وأن أنبهكم إلى ما هو مقرر عند المدونة فتقتضي المادة 24 من مدونة الأسرة الآن تسمى بمدونة الأسرة بأن الولاية حق للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها نعم هكذا قرر يعني في المدونة فقد أصبحت الولاية في الزواج حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها فلها أن تعقد زواجها بنفسها أو أن تفوذ ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها فمدونة الأسرة تركت للمرأة الراشدة الاختيار لممارسة الولاية بمعنى لو لم تبقى الولاية لم تبقى الولاية شرط صحة في عقد الزواج كما تقصدي بذلك نصوص السادة المالكية وكما ذهب إلى ذلك الجمهور بل صارت مدونة الأسرة على غرار موقف الأحناف من الولاية حيث حددت المادة 13 13 من المدونة شروط صحة الزواج ولم تشر مطلقا إلى شرط الولاية غير أن الأحناف لا يمنحون للمرأة الصلاحية يعني لم يمنحوا الصلاحية المطلقة للمرأة في أن تزوج نفسها ممن تشاء وإنما يقيدون ذلك ويقيدون الصلاحية بأن يكون من تريد الاقتران به كفئا لها فإن تجاوزت هذا القيد وأصرت على تزوج نفسها بغير كفئا لها مع وجود ولي عاصب كان لأوليائها حق الاعتراض على هذا الزواج دائما نتكلم عن النص القانوني عن المدونة أو أن يقلب بفسخه بسبب عدم كفاءة التي لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بوجودها كما نص على ذلك بعض فقهاء الأحناف ومهما يكون من أمرهم أصباح للمرأة المغربية الراشدة الحق في أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي أو في اختيار من يتولى أمر زواجها كان الأب أو كان غيره من الأقارب في حين يبقى زواج القاصر الذي لم يبلغ صن الزواج يعني 18 سنة الذي حدد كان فتا أو فتاة متوقفا على موافقة نائبه الشرعي الذي حدد في المادة يعني 230 30 و 200 من المدونة الأسرة وتتم الموافقة بتوقيع النائب مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وبحضوره لإبرام العقد وعلى فرض أن النائب الشرعي امتنع عن الموافقة واحتى لا يبقى أمر القاصر معلق فإن قاضي الأسرة الذي كلف بالزواج يبث في الموضوع هذا باختصار ما جاء في مدونة الأسرة واجتهاد علمائنا في هذا الباب لم يخرجوا عن أصول المالكية في نظري فمن أصول المالكية مراعاة الخلاف كما من أصولهم أنهم يأخذون ما جرى به العمل وليس يخفى على كل ذي مهتم بالشأن المذهب المالكي أن ما جرى به العمل أصل اجتهادي المذهبي أن ما جرى به العمل أصل اجتهادي المذهبي يدل دلالة قاطعة على نبوغ العقلية المالكية بالمغرب كما يمثل الصورة المثلى لجوانب التفاعل الحي بين الفقه ومحيطه المجتمع في سائر أبعاده حيث ظل الفقه في سائر مراحله يلاحق صيرورة المجتمع ويراحق الإشكالات التي تعقدت وتتعقد بسبب الإنسان وكذلك تواكب الأسئلة المحرجة فلم يكن يوما هذا التعقد أو هذا الإحراج ليمنع عزم فقهائنا عن النظر والبثي في مشكلات القضايا وعظيص المسائل فكان أصل ما جرى به العمل في سياق تجربة المالكية المغربية خاصة من بين وسائل الفقه في النظر والبثي ما جرى به العمل هو أصل سدلالي عتيد مستمد من حيث فحواه من حيث معناه ومن حيث مبادئه من أصل عمل أهل المدينة ويختلف عنه يعني يختلف عن عمل أهل المدينة يعني مع اختلاف بينهما في الرتبة للسدلالية والاعتبارات التاريخية يعني نستحضروا هذا فعمل أهل المدينة مسلاك استدلالي أقره الإمام على مستوى الاجتهاد المطلق خاصة عند تعارض الأذلة وتعددها حيث إن الدليل المصحوب بالعمل هو أقوى في الاعتبار من الدليل العالي عن هذه المصاحبة كذلك الأمر بالنسبة لما جرى به العمل ومسلاك اجتهادي يؤدي نفس الوظيفة الاستدلالية لعمل أهل المدينة ولكن في مستوى الاجتهاد المذهبي لا بد أن نلاحظ هذا الفرقة حيث يرجع إليه المفتي أو الحاكم عند تعارض الأقوال المذهبية ووجود موجب شرعي لترجيح ما شذ أو ما كان ضعيفا من الأقوال وهكذا فأصل ما جرى به العمل وفي قص صلة بأصول الممارسة المدنية ويؤدي وظائف اجتهادية مقاربة لوظائفها ولكن في سياق تاريخي مخالف ووفق اعتبارات أخرى تقتضيها مقامات الإفتاء وأحوال التقاضي والمقصود بما جرى به العمل عند العلماء الأخذ بقول ضعيف أو شاذ في مقابل الراجح أو المشهور لمصلحات أو ضرورة أو عورف أو غير ذلك من الأسوس وهذا يعني ألف فيه علماءنا جزام الله خيران مصنفات ومؤلفات وأنظاما وأشعارا في هذا الباب ثم اتفاق الحكام والمفتين على العمل بمقتضى هذا الأخذ انتفق الحكام بعد ذلك واتفق المفتون على العمل بمقتضى هذا الأخذ وهذا الاختيار كلما توافرت دواعيه وكلما جاءت أسبابه نعم فإذا وللإمام كذلك وللأمر أن يقيد المباح هذه مسائل لابد من استحضارها عندما يعني نجتهد إذا كان الإنسان أهل الإجتهاد وعندما يسمع كلام المجتهدين لا يعترض الإنسان كثيرا هكذا فإذا يقصد بما جر به العمل أخذ بقول ضعيف أو شاذ في مقابل الراجح أو المشهور لمصلحات أو ضرورات أو غير ذلك أو هو اختيار قول ضعيف أو هو اختيار قول ضعيف أو الحكم أو يفتأ به وعمل القضاة والمفتين به لسبب يقتضي ذلك يمكن أن ترجع إلى الكتاب الذي لم أرى مثله العرف والعمل هكذا بالرفع يجوز العرف والعمل ويجوز أن نقول إلى العرف والعمل في المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي رحمه الله وقد طبعت وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية المغربية إذن ما جرى به العمل هو صنف من أصناف الاجتهاد المذهبي فهو مبني على قول ضعيف من مفتين أو مجتهدين أهل لذلك وهو أهل لذلك اختاره مجتهد أو مفتي آخر في مقابل قول ضعيف راجح أو مشهور مع النظر إلى الأذيلة التي تقويه نعم فهذا أصول من أصول الإمام مالك رضي الله عنه وما جرى به العمل هو اختيار يعني لا يستند إلى ميل النفس أو مجرد اتباع الهوى بل له مستند شرعي وقد ذهب الفقهاء إلى أن هذه القاعدة لا يشترط فيها الاستيناد إلى دليل خاص كما يتوهام المتشددون بل إن مجرد قيامه على أصل روح الشريعة وعلى مقاصدها وقوانينها ومبادئها هي بمتابة الدليل العام كما نص على ذلك أبو الشتاء شيخ شيخ لا أبو الشتاء أسنهاج رحمه الله في شرحه على شرح التودي للامية الزقق وينبغي كذلك أن لا تعارض نصر شرعية فما لم تكن هذه القاعدة الذهبية معارضة لنصر شرعي أو مصلحة ولم يكن هناك ما يعارضها من الراجح عليها أو ما يعارض من المعارضة التي تساوي لها كما ذكر الهلال رحمه الله في شرح خطبات مختصر فإذا ما جرى بالعمل له شروط فإذن قالوا إذا لم يكن من هذه الموانع لا بأس من اعتمادها في الفتوى والقضاء كما في شرح السجل الماسي رحمه الله على العمل الفاسي فيمكن أن ترجعوا كذلك ما ذكره الشيخ ميار رحمه الله حيث أجمل الشروط قال أن يكون العمل صادرا من العلماء المقتدى بهم أن يثبت بشهادة العدول المثبثين في المسائل أن يكون جاريا على قواني شرعي وإن كان شاذا يمكن أن ترجعوا إلى حاشية المدين والزاني رحمه الله على شرح التوديع على لمية الزقاق كما ذكر أبو العباس حمد الهلال رحمه الله تكلم عن هذه الشروط والكلام في هذا يطول ويطول جدا إذن نرجع إلى قول النظم رحمه الله لما قال زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا نعم نكمل الحديث بحول الله تبارك وتعالى فقلنا أن الزيادة تقبل في الإسناد لأن راوية هاثقة الأمر الثاني الزيادة في المتن وهي ما ينفارد بزيادة الراوي الثقة في متن حديث وتكون هذه الزيادة لفظة أو كلمة أو جملة لم يروها غيره مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعة مرار سبعة مرار هكذا رواية الإمام المسلم في صحيحه في كتاب الطهارة هذا الحديث الذي روي بروايات مختلفة وليس في رواية منها لفظات فليرقه كما في هذا الحديث وإنما رويت هذه اللفظات من رواية علي بن مسهير عن الأعماش عن أبي رازين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب هذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهير علي بن مسهير بين جميع أصحاب الأعماش وإما أن علي بن مسهير ثقة عند جميع أئمة الحديث ونقاده فتعتبر زيادته مقبولة وإذا خالفت زيادة الثقة ما رواه غيره من التقات فهي مردودة وإذا لم تخالف زيادة الثقة ما رواه غيره من التقات فهي فهي مقبولة كما بينا ذلك وذكرنا كلام صاحب المراقي رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل الآن يتكلم رحمه الله تعالى ونفعنا بمحبته وبعلومه آمين عن الحديث المحفوظ وعن الحديث الشد وقد سبق الكلام عن ذلك في شروط الحديث الصحيح فما هو المحفوظ من حيث اللغة والاصطلاح المحفوظ اسم منفعول من حيث لا يحفظ حفظ بمعنى أمينة والمحفوظ المأمون بالنون المأمون واصطلاح المحفوظ هو عكس الحديث الشاذ بأن يرويه الراوي الأوثق مخالفا لراوي ثقة قد سبق أنبينا هذا وسوضح إن شاء الله تعالى كذلك لما أتكلم عن الحديث الشاذ مثاله مثال الحديث المحفوظ ما رواه الجماعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع عن يمينه بعد ركعتين الفجري كما في سنن أبي داود نعام وفي سنن ابن ماجا وفي غيرهما من مصنفات أهل الحديث هذا الحديث وارد في الكتب الصحة منها ما أخرجه البخاري في جامعه الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذين بالأولى من صلاة الفجري قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجري وهذا ذلك المالكية في قضية قراءة سورة الفاتحة بعد أن يستبين الفجر ثم اضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذين للإقامة وهذا يعني أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدان سيتضح أكثر بعون الله تعالى عندما نعرف الشاذ وعندما نذكر مثال الحديث الشاذ فما هو الشاذ لغة واصطلاحة الشاذ مأخوذ من الشذوذ بالذل المعجمة وهو مصدر الشاذ يشذ شاذ يشذ لمعنى الفردة والشاذ المنفرد عن الجمهور واصطلاحا هو الحديث الذي يرويه الراوي الثقة مخالفا للراوي الذي هو أوثق منه أولا في الحفظ والإتقان أو الكثرة وعيد وهذا ما ذكره الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى والإمام السيط رحمه الله في تدريب الراوي الحديث الذي يرويه الراوي الثقة مخالفا للراوي الذي هو أوثق منه وأولا في الحفظ والإتقان أو الكثرة إذن الذي يقابل الشاذ هو المحفوظ كما عرفنا وعليه فإنه اشترط في الحديث الشاذ أن يكون راويه ثقة أو ما ينفرد في روايته مقبولا أن يخالف في روايته من هو أو لا منه بالقبول ويقصد بالمخالفة عدم إمكانية الجمع بين ما رواه هو وبين ما رواه غيره وقد رأينا أن الشاذ بحسب موقعه في الحديث ينقسم إلى قسمين إلى شاذ في السند وشاذ في المتن فالشاذ في السند هو أن يخالف ثقة في إسنة إسناديه لحاذيث ما اشتهر عند الثقات حاذيث يعني خالف ما كان مشهورا عند الثقات مثلا له أهل العلمي بالمثال المشهور والذي أخرجه الإمام التلميدي في جامعه من طريق سفيانة بن عيينة عن عمر بن ذينار عن عوساجة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا مات على عهد رسول الله حيث ولم يدع وارثا إلا عبدا هو اعتقه فأعطاه النبي صلى الله ورسول الله مراثه وهذا اخرجه الإمام التلميدي في سننه في أبواب الفرائض نعم هذا مثال ذكره أهل العلمي فقد روى هذا الحديث الإمام النسائي أيضا من طريق عبد المالك بن جريج عن عمر بن ذينار عن عوساجة عن عبد الله بن عباس أن رجلا الحديث نعم رواه في السنن الكبرى في كتاب الفرائض فاتفق كل من سفيان بن عيينة وعبد المالك بن جريج على رواية هذا الحديث متصلا مرفوعة ورفعوا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وخالفهما في الرواية حماد بن زيدين وهو ثقة فروا هذا الحديث مرسل حيث قال في روايته عن عمر بن ذينار عن عوساجة أن رجلا ولم يذكر بن عباس رحمه الله رحمه الله تعالى وعليه فإن رواية حماد هذه الرواية هي شاذة يحكم عليها بأنها شاذة بينما يحكم لرواية عبد المالك بن جريج وسفيان بن عيينة بأنها محفوظة فإذا المحفوظ هو الذي يقابل الشاذ ولهذا قال الإمام بن أبي حاتم الرازي المحفوظ حذيث بن عيينة فإذا عندما يقول المحفوظ فهو يتكلم على مرحلات أخرى لأنه لا يبين لكما معنى المحفوظ على أساس أنك تعريفه فإذا لما قال المحفوظ حذيث بن عيينة علمنا كما في عليه الحديث علمنا أن الذي يقابله فهو الشاذ وهناك القسم الثاني الشاذ متنع وهو أن يخالف الراوي الثقة في ألفاظ الحديث لمن هو أوثق منه أو أرجح لضوابط يذكر علماؤنا في الباب مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حذثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صدأ أحدكم ركعتين الفجر فليتضجع على يمينه وهذا في الترمذي في أبواب الصلاة هذا مثال يذكره علماؤنا جزاهم الله خيرا قال الإمام البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير العدد الكثير يعني من الرواه يقصد في هذا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين الثقات أصحاب الأعمش بهذا اللافت هذا يعني الشذوذ في المتن ولهذا الفقاء عندما لا يحتجون بحذيث في مسألة من المسائل الفقهية قد يكون شاذا عنده فليتنبه لهذا والحديث الشاذ كان سواء أكان سندا أو متناء يعتبر ضعيفا مردودا وذلك لأن راويه وإن كان ثقاتا إلا أنه لما خالف من هو أولى منه بقبول دلنا ذلك على أنه لم يضبط في هذه الرواية التي خالف بها وعدم ضبط الرواية للحديث يدل على تساهله في التحمل فلذلك لا يقبل ما رواه ولكن يقبل ما رواه راوي أضبط منه في روايته لذلك الحديث هذا الذي قرره علماؤنا جزاهم الله خيرا ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ماذا قال وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى وحيث لا فمفردون البحث عن ذاك بالاعتبال يسمى حيث عن إذن ما هو المتابع اسم فاعل المتابع يتابع متابعة بمعنى وافق والمتابع معناه الموافق عند علماء الحديث هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواية أو روات الحديث الذي يشارك فيه رواته روات الحديث الفرضي لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي إذن هو الحديث الذي يشارك فيه رواته روات الحديث الفرضي لفظا ومعنى وسبقا تحدثنا عن هذا أو معنا فقط مع الاتحاد في الصحابي والمتابعة قسمان المتابعة التامة والمتابعة القاصرة أما المتابعة التامة فهي أن يشترك اثنان في رواية حديث صحابي واحد عن شيخ واحد أما المتابعة القاصرة فهي أن يشترك راويان في رواية حديث صحابي واحد واجتمعا في من فوق شيخيهما مثال ذلك روى شعبات بن الحجاج عن قتادة عن سانم بن أبي جعدي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قال وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعذل ثلث القرآن الحديث نفسه رواه أبان العطار عن قتادة به فأبان متابع تام لشعبات بن الحجاج وشعبات لأبان بسبب روايتهما حديث أبي الدرداء عن شيخ واحد هو قتادة والحديث أخرجه الإمام المسلم في كتاب صلاة المسافرين إذن عندنا هذا المثال ما يتعلق بالمتابعة التامة وهناك المتابعة القاصرة أو الناقصة وهي التي تحصل لشيخ الراوي أو لشيخ شيخي أو من فوقه مثاله روى الإمام مالكون عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوردت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والصفر فأقرت صلاة الصفر وزيد في صلاة الحضر الحديث نفسه يرويه سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما فشارك بن عيينة مالكا في رواية الحديث عن عروة الذي هو فوق شيخه صالح ولم يلتق ابن عيينة مع مالك في شيخه صالح بل التقى معه في شيخ شيخه عروة وهذا سنده عن ابن عيينة عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما والحديث اخرجه كذلك الإمام المسلم في كتاب صلاة المسافرين ثم قال وإن تجد موافقا في المعنى فقد فبالشاهد هذا يعنى وإن تجد موافقا في المعنى فقد فبالشاهد هذا يعنى إذا أردنا أن نذكر البيت بوزنه الآن يعرف الشاهدة ولم أطف بمثل هذه المباحث لأنها معلومة الشاهد اسم فاعل من الشاهدة يشهد شهادة ومن يؤدي ما عنده من الخبر أو الشهادة أما في الاصطلاح هو الحديث الذي يرويه أو الحديث الذي يروى بمعنى حديث آخر أو لفظه من طريق صحابي آخر وإطلاق الشاهد على هذا كثير إذن الشاهد هو الحديث الذي يرويه صحابي موافقا لما يرويه صحابي آخر في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط والغرض من إيراد الشواهد قد يكون لبيان التواتر من الصحابة رضي الله عنهم وقد يكون لإثبات زيادات في المتن وقد يكون للتقوية إذا كان الضعف يسيرا محتملا وهكذا أما إذا كان الضعف شديدا كأن يكون في إسناده متهمون أو متروكون فلا يشهد بحديثه كما سيئت بيانه في الحديث الموضوع وفي الحديث المترك وقد يكون لتوضيح بعض الغموض في المتن وقد يكون لبيان الزمان والمكان ولبيان غيرهما والمحدثون القدماء لم يفرقوا بين الشاهد والمتابعة فأطلقوا الشاهد على المتابعة والمتابعة على الشاهد والأمر فيه يسير ويسر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نعم مثال الشاهد ما أخرجه الإمام المسلمون بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سامع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا والحديث في صحي مسلم في المساجد نعم ومواضع الصلاة حيث أخرجه الإمام المسلمون أخرج الإمام المسلمون حديثا آخر بمعنى أخرج الإمام المسلمون حديثا آخر بمعنى الحديث عن بريدة أن رجلا نشهد في المسجد فقال من دعا إلى الجمال الأحمر من دعا إلى الجمال أي من وجد ضالتي ويقصد الجمال الأحمر فدعاني إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له وهذا كذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فحديث بورا إذا لمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق حيث جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طالب الضالة في المسجد قولا في حديث أبي هريرة وجاء النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا في حديث بوريذة وبالمناسبة قد يجتمع الشاهد والمتابعة التامة والمتابعة الناقصة في حديث واحد من أمثلة ذلك ما ذكره الحافظ رحمه الله ابن حجر في شرح النخبة قد روى الشافعي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن ذينار عن سيدنا بن عمار رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا لهلالة ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة تلاتين فاقد روى هذا الحديث عن مالك أيضا عبد الله بن مسلامة القعنبي فهذه متابعة تامة وروي أيضا عن عاصم بن محمد عن أبيه عن محمد بن زيد عن جده عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما ولفظه فأكملوا ثلاثين فهذه متابعة قاصرة وروي أيضا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر بلفظ فاقدروا ثلاثين فهذه متابعة ثانية قاصرة وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نفظه تماما فهذا شاهد باللفظ والمعنى وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فهذا شاهد ثاني بالمعنى وامتاز صحيح الإمام المسلم بأنه يورد المتابعات والشواهد للحديث الواحد يوردها مجموعة في موضع واحد ولا يفرقها كما في الأبواب كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد صار على طريقة الإمام المسلم بعض أصحاب السنن كالإمام النسائي رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله وحيث لا فمفردون والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن نترك ذلك إلى الحصة المقبلة لأن مباحث الفرضي يحتاج إلى تصيل وقد طالت الحصة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا والله يقول حقه السبيل والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر